موسيقى الله معكم مشاهدينا عبر شاشة تليل مير ونور الشرق أخيرا أصبح للبنان رئيس فبعد شغور دام حوالي سنتين ونص اجتمع مجلس النواب وتم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية حدث كان عم بينكتب فيه مصير الشعب ووطن لكن يلي شفناه على شاشاتنا من تصرفات بعض النواب أقل ما يقال فيه استخفاف واستهزاء بالشعب يلي وصلوا ومنسأل مين المسؤول إذا بعض نوابنا بيضحكوا علينا وبيلعبوا بمصيرنا مين المسؤول إذا القوانين مفصلة على قياس أشخاص بدل ما تراعي المصلحة العامة طبعا أنا المسؤول أنا المسؤول لأني تنزلت عن حقي وما سألت أنا المسؤول لأني سكتت واستسلمت أنا المسؤول لأني بعث وأبضت بحلقة اليوم من أنا المسؤول رح نطرح موضوع أنوان الانتخاب حتى نعرف كيف ننتخب ومين ننتخب ضيفنا دكتور سانير أستفين أهلا وسهلا فيك دكتور لما بنحكي انتخاب يعني ديمقراطية طبعا هل فيه ديمقراطية في لبنان خاصة والبلاد العربية عامة وشو هو مفهوم الديمقراطية والتاريخة إذا بدنا نرجع للمفهوم الديمقراطية من حيث التسمي بدنا نرجع لليونان لأن الكلمة هي ديمقراطية كلمة بأصلا يونانية نعم يعني 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 ديموس باليوناني يعني يعني وكريتوس يعني 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 فالديمقراطية إذا بدك بتصير هي الحكم يلي مستمد من الشعب يعني الشعب هو يلي بيكون الحاكم هايدي الديمقراطية منقدر عم نحكي عنا بالقرن الخامس قبل المسيح يمكن يكون فيه قبلة ممارسات ديمقراطية بالقرن السادس قبل المسيح يعني عند السوماريان يعني عند السوماريين يلي ديوم منسميهم أهالي العراق نعم إنما الكلمة وممارسة مثل ما نحن منعرف كانت عند اليونان بأتينا يعني عند اليونان كان فيه أتينا وكان فيه سبارتا وكان فيه مدن كل مدينة كان عندها ممارساتها بالنسبة لليونان الديمقراطية كانت على مرحلتين إذا بدك بالممارسة الحكم أول مرحلة كان فيه انتقاء لخمسمائة شخص هوا الخمسمائة شخص كانوا ينقوهم وكانوا ينقوهم بالقرعة مش إنه مستداد أحسن منها أيضا هالخمسمائة هنه كانوا يحضروا يحضروا لجمعية عامة وكانوا هنه يحضروا لمشاريع قوانين مثل ما اليوم اللي جان يلي بيسموها اللي جان النيابية هي يلي بتعمل مشروع الأنون واللي بتطرحوا أمام هاي العامية اللي هي المجلس هنه كانوا يطرحوا أمام الشعب يلي هو بيسموه الإكليزيا يعني الشعب للبي فهلأ الشعب كان عنده حق التصويت يعني كانت تصير الأمور جهارا بالصحات نعم هلأ هين هوني نخزق يعني صار في خرق لديمقراطية مش لديمقراطية كمشروع لا إنه مخرق لكن شو صار ممنوع مثلا العبيد يصوته وفيك عبيدة كتير عند اليونان إذن العبد ممنوع صويت يلي منه قاعد بالمدينة من أصله ممنوع صويت النسوان ممنوع صوته فإذا بنرجع للديمقراطية ما عد فيه ديمقراطية برأي أنا يعني في شي اسمه لديمقراطية يعني ممارسة ديمقراطية بس مش عم بيتمارس مظبوط إذا ما بدنا نحنا نترك هول الجامعة ما نخليوني صوته يعني الديمقراطية هي كلمة كلمة إيه طبعا ما إنه شي معاش على الأرض مطبق على البيئة لا عند اليونان مش الهيئة الليش اليوم سا فيها نقول إنه تغير الوضع إيه كيف تغير الوضع؟ تغير الوضع بس تغير الطريقة بس رجعنا الورا مش إنه يعني تقدمنا على أسوأ على أسوأ على أسوأ لأنه هني بالأصل كانوا 250 ألف كان في منهم بس أربعين ألف بيقدروا يصوتوا عند اليوناني أربعين ألف وضعنا اليوم شو؟ اليوم نحنا اليوم نحنا بدنا بد يعني عنا نحنا ديمقراطية بالاسم بتغنوا فيها كيف يعني بتغنوا فيها؟ بتخبوا وراها بيسموها ديمقراطية بس بالواقع ما في شي منها القبرية كلها لأنه وين هالحكم الشعب بالشعب بالشعب بالشعب؟ يعني إذا كان المجلس النواب منتخب من قبل الشعب وعم بيمارس صلاحياته أخذها الشغلة صارت عادة عنده ما بقى عم بيأثر معه أي نفور أو أي اعتراض من قبل الشعب يلي ما بقى أبدو إياه لأنه شو معناته يعني المجلس نواب؟ المجلس نواب أخذ وكالي وكالي من الشعب طيب هلا أنا محاربة ينوب عن الشعب وكالي 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 ينوب عن هالشعب ينوب عني مثلا أنا بروح بعمل وكالي لشخص معين بأمور معينة طيب بس أنا فيني أعزله للوكيل أو لمن الوكيل بيخلص الشغلة مبعد إله حق إنه يكفيها كل وكالي تنتهي بإنتهاء العمل الذي نظمت من أجله هيدا بالأنون يلي بيسموه أنون المجبهة والعقود يعني أنون المدني اللي دراسي فيه لأننا نحنا المحامي طيب معنا جيت عملت لك وكالي وخلصيت طيب كيف أنت إليك حق تستعملها من بعد ما فاتيت؟ هيدا واحدة من الأشياء التمديد يعني لما بصير مدد الحال والنجلس بصلا هيدا ما قالوا حق منه شرعي أنت عم تستعمل وكالتك في غيري من وضعها خلصيت وكالتك ما قالك حابات تكفي هلأ في عندنا بعدين إذا بدنا نشوف وين صارت الديمقراطية بعد اليونان عند الرومان عنده الرومان كان فيه شي اسمه ديمقراطية بس كان فيه شي اسمه الأوليغارشي باتريسيان يعني حكم الأقليه الأوليغارشي يعني الأقلية وباتريسيان جاي من بير يعني الأبوية الأبوية ومن هون والباتر فاميليا عند اليونين، عند الرومان والباتر فاميلياه هو الحكم أو الرب العائلية اللي هو عنده صلاحية على عائلته وهو الرأس العائلية كمان كان في عندهم شي خارج عن الديمقراطية انه كانوا المتحدرين من اصول نبيلة يعني عندهم نبل وكذا ومعهم ما صاري هذي كانوا ينتخبوا وياللي مسددين الضريبة كانوا اذا يعني يعني في كتير ناس ما ما بقدروا كانوا يشاركوا بالديمقراطية يعني الديمقراطية يعني الديمقراطية في هذيك الوقت ما كانت حكم الشعب لكن حكم يمكن النابل او مزبوط 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 مسلا هالمواطن بسموها في عندك سفراج سنزيتر شو يعني 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 السفراج يعني الانتخاب للي سدد ياللي سدد ضريبة ياللي مسدد الضريبة كان ينتخب وياللي ما عنده ما مسدد الضريبة ما بينتخب هيدو عنده الرومان بعدين عند الفرنسوية اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طبعاً طبعاً لأنه ما عندهم الفرنسوية؟ الفرنسوية ما فينا نحكي عنهم بالديمقراطية إذا بديك بحد ذاتها إلا من بعد ثورة الفرنسوية لأن القصة كلها كانت قصة ملكية يعني كل عنده هو كان المطلق الحاكم المطلق بعدين من بعد ما صار في ثورة فرنسية يعني بـ 1791 بلشت قصة اللي نحنا منسميها الديمقراطية يعني إشراق الشعب بالخضايا الحكم بلشت بس على شرط انه كمان بده يكون واحد عمره فوق الخمسة وعشرين سنة وبده يكون دافع للخزينة على القليلة ضريبة ثلاثة ايام شغل يعني اللي مش دافع ثلاثة ايام شغل ما بقدر ينتخل بعدين يلي كانوا اللي عم بيدفعوا ثلاثة ايام شغل مش مباشرة ينتخبوا كان ينتخبوا ينقوا ناس أغنية وناس مقتدرين وعندهم المصاري ينتخبون او بالاحرى يسمون وهو دي الناس يلي كانوا يروحوا ينتخبوا يعني مرجعنا المطرح نا انتقائية كيف وين الديمقراطية اليوم انا اذا فقير مثلا او مش دافع للرسم او شي ما لك حق اني تدخلي تب اليوم اليوم بلبنان في حدا ما له حق ينتخب؟ اكيد في الوحق ما ينتخب بالقانون مثلا فائد الاهلية الحق المدنية ما له حق ينتخب مثلا كيف يعني؟ كل انسان ودينا بيجر من شائن وطلع في حكم وبحطوا له عز جلو عدلي جريمة شائنة مثلا شو جريمة الشائنة مثلا سرقة موصوفة سرقة جريمة شائنة القتل مش جريمة شائنة تظوير جريمة شائنة يعني شيء عيب يمكن يكون اخطر بس مش جريمة شائنة شائنة يعني معيب معيب اغتصاب غصب كذا هاو دي اشياء بيسمونه هلا كل انسان سقط من حقوقه المدنية بيموجبها الاشياء ممنوع انه يمارس حقوقه بالانتخاب ما له حا ينتخب بعدين في عندك ناس فائدين الاهلية ما لهن حق ينتخبوا فائد الاهلية معنات انه محجور عليه بيجوز ليعاق معطوه او انه انسان منه مكتمل عقليا او بيسموه سفيه يعني السفيه يلي بيزيت نصرياته هيك من دون ما يكون هيدا بيحجروا عليه بعدين في عندك المفلسين يلي بيفلسوا احتيالي يعني كل تاجر بيفلس احتيالي ما بغضلوا حق الانتخاب ما بغضلوا حق الانتخاب في عندك بلدين بتفرض على الانسان انه ينتخب وقالله بيدفع غرامي يعني ايه طبعا بيدفع مصاري بس بيدفع 200 يورو عند او 300 يورو اذا ببيلشي كما ما انتخبتي طيب اذا انتخب المواطن اللبناني هل صوته بيأثر شي ولا الامور بتكون كلها مركبة ومفبركة وصوته ماشي يعني بيطلع بالنتيجة يعني كيف انه اذا انتخب بيطلع بنتيجة ولا سيان ان انتخب او ما انتخب هلا نحنا كل الشي بيرجع بالاصل لانون الانتخاب نحنا انون الانتخاب عندنا نحنا لازم نستعرضوا من اول ما بلشت الانتداب لانه قبل كان فيه كان فيه شي اسمه متصرفية جبل لبناني متصرفية جبل لبنان كان فيه مجلس فيه مجلس بمتصرفية كان منتخب من قبل الشعب كيف؟ يمكن هالطريقة عم تتصوري قامتي عم بحكيك انا من 1864 نعم بحكيك من ايام داود باشا يعني كان فيه شي اسمه شيخ صلح شيخ الصلح كان الانترميديار كان واسطة ما بين الناس بالضيعة او بالمنطقة او بالمدينة او كذا والسلطات حتى ما يكون فيه احتكاك مباشر ما بين السلطة والشعب من جملة صلاحياته لانه كان فيه كتير صلاحيات لشيخ الصلح من جملة صلاحياته كان ينتخب حتى يروح يدلي بصوته نيابة عن اهل الضيعة او المنطقة بمجلس ادارة جبل لبنان القديم يلي كان مقلف من 14 عضو يلي بالمستقبل رح يصيره هن يسمون مجلس النوي اذا منيح ليش منيح لانه هيدا شيخ صلح شيخ عم بيكون مندوب عن بس الكل مفقين علي مفقين علي عم بنتخبه اي عم ينتخبه واحد يعني يعني يمكن يكونوا اتنين عم تنافسوا مش اكتر نعم مش اكتر من اتنين ومكسوا مداتي بس مش اكتر من اتنين كانوا ينقوا واحد المظبوط والأدمي واللي هيدا وكان هو يروح بالنيابة عنه يروح يدلي بصوته بمجلس ادارة جبال لبنان كانوا عملك 14 كانوا مقالفين من حمسة مورنة وثلاثة كانوا وثلاثة دروس وكان فيه اتنين فيه اتنين روم ارتو دوكس وواحد كاتلوكة ويعني كانوا مجلس طائفة بس انه هيا بعدين بعدين اجوا الفرنسوية اجوا الفرنسوية شو عملوا راحوا عملوا انتخابات مباشرة من الشعب مش انت حتى يعملوا مجلس نواب اول شي ما كانش اسمه مجلس نواب ما كانش اسمه مجلس نواب كان اسمه يعني كان اسمه بعدين صار مجلس نواب ينتخبوا قسم على اي اساس؟ على اي اساس؟ التعيين اكيدة بدو يكون على اساس مرتبة اجتماعية او مرتبة مالية او كي يعني ناس من من علية القوم والباقيين كانوا ينتخبوا ضمن على هالاساس سيدة حتى بصوا لا اخر الانتذاب صاروا ساعتها ينتخبوا المجلس هايدي صارت تلاتة واربعين تنتخب سمية تلاتة واربعين اما بالقبل كان نص معين واللزة وشعب هو اللي كان عبينتخب اي كانوا ينتخبوا بالناس كانوا ينتخبوا وبس كيف كانوا ينتخبوا؟ شوفي انه مجلس النواب بذلك الحين كان مألف من خمسة وستة كيف خمسة وستة رجعنا للخبرية الاعداد نحنا لما حكينا مرة الماضية عن ستة وستة مكرر حكينا عن اشياء بتعلق بتعيين او بتعطاء الوظائف للمسيحية والمسلمين على اما بالنسبة للانتخاب شو صار خمسة بستة يعني المسيحية ستة والمسلمين خمسة ومشيوا عليها هايدي من ايام المنتدبين يعني من ايام من سنة الستة وعشرين لحدية الطائف اه مشيوا عليها لكن كيف زبطوها بأنه خمسة وستة صاروا ياخدوا دايما 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 عدد اعضاء مجلس النواب المتحدة ايام خمسة وستة يبدو يكون اثنين وعشرين يبدو يكون ثلاثة وثلاثين يبدو يكون اربعة وعربعين يبدو يكون خمسة وخمسين يبدو متحكم حيالمي وبالوح مجلس النواب الاول سنة ال46 في عنديك مجلس مثلا كان مألف من 33 بعدين عنديك مثلا الخامس السادس كان 55 السابع 77 التامين 44 هلا نحنا منقول شو صارت حتى اطوق منه كذا تأملي السابع 77 التامين 44 يمكن يومتها لانه عدتهم بلا تامي بس كان بجوز في اسباب سياسيه بتقضي انه هوضي هالنواب هوضي يكونوا قليل حتى ما يقوموا يعملولون شي شي تعديل معين او كذا تاسع ستة وستين والعاشر تسعة وتسعين وراحت القصة من التسعة وتسعين والحدي عشر وتنع كلهم تسعة وتسعين لحت وصلتنا للطائف شو صار بالطائف؟ بالطائف ساعتها راح وعملوا تعديلات مسيحيين قد المسلمين كانوا مبلشين بمئة وعشرين رجعوا زادوا عليه ثمانة وصار مئة وثمانة وعشرين نص بنص ما عاد فيه واحد ما عاد فيه هالفرق يلي هو وهلأ ضمن النص بنص مسيحية اسلام كمانا كمان بعملون بيعملوا كمانا موز على الطوائل بيعملوا على الطوائل طيب هلأ نحن عم نحكي عن وجوب تعديل قانون الانتخاب اكيد ليه بدلا نعدله وين الخلل والقانون وين الخلل هلأ هلأ إذا جيت عفرنسا مثلا إذا جيت عفرنسا ما عندهم عندهم قوانين عندهم قوانين ما في خلل لأنه في شيء اسمه ما في طائفية ولأنه ما في طائفية بيقدروا يطبقوا أي عنون اللي كان ما في مشكل نحن هوني عنا في شيء اسمه وراسة أنا عامل دراسة عن مجلس النواب مجلس النواب عنا فيه كراندو 42 نايب هاو دي أبن عن جد يعني بي جد بي ولا بالوراسة اي اي الشعب عم ينتخمن بالوراسة 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 أول شيء في عندهم ببرتزان بيستحوا إنه هذا هذا شيخ معي معين هذا رجل مؤتدير اللبناني بيحب إنه يضل عنده يعني يضل تحت جيني حيدار حتى يقدر يستفيد منه حتى يقدر ينمر على جاره يعني ما فيه هالسقفة المدنية اللي بتخليك إنك تعرف إنه أنت عندي كحقوق وإنه أنت اللي من بك تجي تحت تعطي وكالي لشخص الأمور بها الصعوبة هايدي مش إنه أنت عم تلعب يدق طاولة مش إنه يعني نجي حفلين ونحن قعدنا صدنا نظرنا هاي ما عم بيفهمها شي هاي قدي عم بتلعب المساري دور هوني أوه هوني هوني هايدي يمكن صارت على عينك يا تاجير على عينك يا تاجير يعني عم بيشوفوها وماء وساكتين غريب مع إنه الانون واضح جدا بيقلك كل إنسان بيصرف على المساري مش بس إنه رشي بيصرف على الكمباني تبقوله يعني على معارفته الانتخابية أكثر من المعين بيصرف نيابته ومع هذا وكله ما عم بتأثروا كله لأنه بالنهية مين بده يدين مين يعني فيك الخصامه وأنت الخصمه والحكمه يعني هو هاي دين حيله أوكي لكن هلأ شو هو الخلل بالانون الحالي لحتى عم بيطالبوا الكل بتغيره شو الخلل بالانون الحالي الانون الحالي الانون الحالي بيسموه انون الستين شنوه انون الستين خلينا نعرف أول شي عن شو بيقوله الانون الستين انون الستين هو الانون يلي بيموجبوا بيموجبوا صرفي انتخابات نيابية سنة 1960 ورجعوا بعدين ضمن ماشيين عليه لحد ايه اخر شي عملوا انتخابات اخر مرة قبل ما على انون الستين يلي بيرفع عدد النواب بالاصل كانوا ستة وستين هيدا انون الستين كانوا عدد النواب ستة وستين رفعهم للتسعة وتسعين نحن بعدين كانت المحافظة هي المحافظة هي اذا بديك الوحدة الجغرافية يلي كانوا على اساسها انون انتخابوه شو صار بعدين راحوا وقسموا المحافظات على طريقة الاقضية ليش لان يمكن شي واحد نافذ انتبه وشاف انه بالمحافظة مرح يقدر يربح او يخوت حصة الاسات غير الى انون راحوا غيروا الانون مش انت حتى او عدلوا الانون كلمة شخص واحد يعني بعدلوا الانون ايه بيكون فيه ثلاثة اربعة يمكن او خمسة بيكونوا موجودين هذي وعادة بيتفقوا مع بعضون لكن ما تفكري انه انه نيب انه انه بيعمل شغلي بيعمل شغلي لمصلحته ما فيه واحد تاني كمان عنده مصلحة غير مصلحته هو بيقول لك خدمة بخدمة يعني شيلني حتى شيلات هيدا معظمون نعم فليزلك ركبولون صاروا يركبولون اقضية وصاروا يركبولون طرق بشت حتى يأكدوا نجاحون نعم هيدا بنسبه للانون بعدين بيروت مثلا بيروت عملوها تلددوير انو سيستام الاقضية غلط يعني بالدوير كانتخابات لا مش غلط لا مش غلط الا مش غلط كيف مش غلط اذا قدرنا طبقنا عليه انون معين ما بيقدر واحد انه يركب الناس ببوسطة ويخدهم ويكتلهم يطلعوا النواب ساعتها بنقدر نحنا ناخد ايا 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 سكتور جغرافي منطبق عليه انون ما في مشكلة هلا نحنا راح نتابع موضوعنا عن انون الانتخاب ولكن من بعد هالاستراحة مشاهدينا خليكن معنا موسيقى منتابع حلقتنا مشاهدينا عن انون الانتخاب ومنقدر نفتح مجالة اتصالاتكم اذا بتحبوا تشاركونا بها الحلقة فيكن تتصلوا فينا على سفر واحد ميتين وخمسة وخمسين خمسمية الرقم عم بتشوفوه باسفل الشاشة دكتور سامير ايا ايا الصيغة بدنا نروح او خلنا نقول ايا ايا صيغة نحنا بدنا نطالب اليوم ايا 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 بكل الاحوال نحنا مفروض فينا نطالب بالغاء الانون يلي هو بسموه الانون الستين مع مثل التمثيل الصابع. فلذلك بدنا نروح لقانون يلي كتير اشتغلوا علي. قالوا النسبية. طيب انا رح اشرح شوية شو النسبية تحطي اللي عم بسمع يعرف شو يعني النسبية. نعم. اوكي. طيب. انه في عندنا ثلاث. اذا بدك اذا عندك ثلاثة انواع من انتخاء من من قواني. القانون الاكترية يلي هو ماجوريتار. يلي نحن عم استعمله اليوم. انون الستين. انون الستين بس يمكن هو ماجوريتار. يمكن يكون منيح لو 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 مطبق بطريقة غير طريقة الستين. بجوزة يكون منيح. وعندك تاني تاني انون هو انون الانون النسبي. وعندك انون تاليت مزيج من نسبية وا واكسر. اذا الاكتري واحد. النسبة اثنين. ثلاثة. الانون المختلط. نسبة واكسر. نعم. بالانون الاكتري. بالانون الاكتري. يلي تركوه كل العالم تقريبا. يعني كل البلدين العالم. ما عد فيه ماجوريتار. ماجوريتار يعني يلي بيخد الاكترية. شو بيتبعوه؟ شو بيتبعوه بالانون. فيون تبعوه الانون النسبة. فيون تبعوه الانون يلي بيسموه. مان بوت. هلأ راح احكي عنه انا. يعني رجل واحد ينخب واحد. فيون تبعوه المختلط. بس. فينا نقول انه الاكتري بيوصل الاقوى. بينما النسبة. ايه. بيستح مجلة الاضعف انه. لا مش الاضعف. الاضعف ايه. الاقل يعني كطيفة عم بحكي. ايه. انا عم بقلك يعني بالنسبة للانتخاب. النسبة. راح اعطي مثل حتى سهل الوصول للغاية اللي عم بحكي عنها. اذا انا عندي مثلا ما كان او بالاحرى دائرة فيها لنشتريت خمس نواب. يعني انا اللي حق بها الدائرة بخمس نواب. او ستة او سبعة والى اخرين. شو بعمي? تحتى تطبيق الانون هالنسبية. تطبيق الانون النسبية بياخد. قديش ناس اجو يقترعوا بهال. هالدائرة. حسبي ايجي عندي مية وعشرين ألف واحد انتخبوا انتخبوا بهالدائرة. وبدوا انتخبوا حتى ينقوا ست نواب بصلا. شو بعمل انا? بيجي بقسم مية وعشرين ألف على ستة. مية وعشرين ألف يني يلي انتخبوا على ست مقاعد. هال يلي هالحاصل يلي هو بيطلع معي. هيدا الحاصل هيدا الحاصل. بتطلع. مين اخدوا? مين اخدوا? وبين اخد يعني مثلا اذا في عندي ستة نواب تلاتي من هون وتنام من هون اخدوا هالشي مش معناته انه النايب يلي يلي كان موجود بالليستة العنانية بده بده يبشي بده بده يمشي يلي هو يضعيف ويشيله معه. لا مش هيك. بدي شوف قديش انا اذا في نيب اخد على العشرين اوتوماتيك مو طلع نيب. اوتوماتيك مو حتى حتى ولو كان واحد اخد ثلاثين من غير مطرح. حتى ولو كان واحد اخد ثلاثين من غير مطرح. هلا حسبي انه هالليستة اخدت من هالنويب لانوف تريد اخدت خمسة وستين الف صوت من الاصل مية وعشرين. اخدت خمسة وستين الف من اصل مية وعشرين. بما انه كل عشرين بيعملولي نيب. الخمسة وستين الف بيطلع لهم ثلاث نويب. لانه اخدوا 20 اي 20 اي 20 صاروا ستين. ويضلل لهم رصيد خمسة. الليستة الاضعاف اذا اخدت خمسة واربعين. بيطلع لهم او اذا اخدت شو بعمل ساعتا انا. شوفي عندك رصيد. شوفي عندك رصيد. على جنب. يعني نحنا اهلنا خمسة وستين الف. ستين بياخدوا ثلاث يبدال الخمسة. اربعين اخدوا اتنين ما ضلل لهم رصيد. زروا رصيدون. اذا بدي نيب زايد. بعطيه للي عنده الرصيد الخمسة. صاروا هاو دي اخدين نيبين. هاو دي اخدوا اربعة. ايه. سا فيه. كومم. تمثلوا. نا. تمثلوا. واه لما جرد. هلا هون. في مشكلة. كتير عملية حسابية. في مش سعبة مش سعبة. قلتلك نقصهم. عدد الا. اوكي اوكي ما راح نرجع. نقصهم. ايه منقصهم. وبيطلع لنا. بيطلع لنا رقم. هالرقم هيدا هو يساوي نائب. داك. قداش بيطلع لي منهم كم واحد بيعطوني شو فيه رصيد. بخليه عجنب. اذا نقصني نايب. وما في حدا بيعطيه للي عنده رصيد لأكدر. هيدا بكون حلات قضية الكوسيون يلي بعد. هلا في شغلة تاني. يمكن واحد ينزل. قدت نواب اكيدة بالليستة. هاو دي اللي نزل تلعو ثلاثة. وفي بعد ثلاثة تانيين. شو زنبن هاو ثلاثة تانيين ما زال بيشين بالليستة. ساقتها. ساقتها رئيس الليستة. شو بيعملت حتى يقدر ينقي. بيحطهم بالتا درج. يعني لو كاتر يام رابع واحد. اذا ما اخدت الليستة تسعين الف بيعرف حاله انه اجا زينت عدد وصابت. بيعرف حاله ساعتها. مش انه مغمض عناي عنايم على حرير انه انا بقلب الليستة والليستة بدا تطلعني. في واحد اتنين ثلاثة هو دي هون. نوقف لهون. هيدا كل الحصة بقولون. بعدين نرجع هيدا نسبية بيحط من بولجاريزي يعني غالاني اكيد فيها فيها اشياتي. طيب هلا اذا المشترعين عددلوا الانون ما بيصيروا بخطر. يعني معقولة. نحنا نحنا بشور. نحنا بشور. يمضوا على الشي بيخسروا المقاعدون. مضبوط. هلا. مشكلتنا هلا نحنا. انه يلي بده يعمل تعديل لانون الانتخاب هو هذا المجلس بالذات. ما في مجلس نواب. سلاحيات رئيس الجمهورية الاديمية اللي كانت معطاق كان بتكفي. يمكن كان له حق انه يطلع مرسوم. كان له حق انه يحل يحل مجلس النواب. وصارت. صارت عين كانش نقول. كان اذا لا خلص لا يعني. يعني يعمل مرسوم يحل المجلس. نعم. مش انه قدي تقيمي. دستور كان عاطيه حق على انه يحل المجلس النواب. وكميش يقولون حلو المجلس. بتاريخ لبنان مرة واحدة يحلو. وراحوا ورجع عامل انتخابه. نعم. لكن نعرف انه يعني اللي شلح رئيس الجمهورية صلاحياته. اوكي. هاي دي احد الصلاحيات بالزيت ما شلحوا اياها. بعدين الوزارة كان هو هي اللي يسمي الوزارة. وكان اليوم. هلأ عنا هيدا المجلس. نحنا عنا مجلس. اوكي. يعني هلأ يغيرنا يغير طريقة الانتخاب. ما فيه. اللي ما راح تناسبه. لو بدو يغيرها يغيرها من كذا سنين. من اربع خمسة سنين. نصرون اربع خمسة سنين بحسوا فيها. ما عمللون. راح يضلون هنزيتون. اكيد. لا. اذا بدو تصير فيه شو? انتخاب. بس على قانون الستين. حلق الى ثمانين او خمسة سنين بالمية منهم بيرجعوا. يبقى متكون عملنا الشي يعني. عم هيك عن الانون الستين انا. اما اذا فيه تعديل. لا. طيب. هون الشعب شو في يعمل. منقول انه انا المسؤول لانا عم جيبه انتبع بيكون عندي. نحن عقنين بعقدي سودا. بتعرفش شو يعني عقدي السودا. يعني المجلس انه دستوريا ما فيكي تجيوازي صلاحياته. انه اردت او ما اردت. هيدا المجلس موجود. هل هو شرعي? هل هو انوني? هل هو كذا? ما بقى فيه تحكي. على القليلة تغطى هلأ انيه بشرعيته بانتخابه رئيس جمهورية. يعني زادت الطينة بلى. يعني اللي افترضنا انه. اللي ما كان لازم ينتخب رئيس جمهورية? ما بيعده. هو مبدعيان? ما قلو حق. ما قلو حق? لا ما قلو حق. منو شرعي. اوكي منو شو كان لازم نعمل? شو الحال كان يعني? ازا مجلس النواب منو شرعي. الحل. رئيس جمهورية ما عنا. لازم كان يصير فيه انتخابات نيابية على انون معين. يشرعين وجود المجلس. يلي هو بيدوره بروح بنتخب رئيس جمهورية. بس لو بدون يعمل هيدا شي كنو عملو ما 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 عم بيتفقو. طيب هلأ وجود رئيس جمهورية قوي. ما ما تتغير المعادلة. ما في عنده صلاحيات دستورية تقدر تدفع. ما نحنا المشكلتنا انه صلاحيات. ما بيقدر يغير شي بالدستور لحتى. ما في حدا بيغير كلمة من الدستور الا مجلس النواب. ما مربطينا لربطة عجيبة. هولي ما ممكن انه نيجوا يصوتوا على تعديل قانون من هالنوع. لانه رجعنا لقضية التمثيل. كتير عبت تسكرة بيشنا عزا هيك. النسبة قلتلك انه بيطلع في عندك ثلاثة باثنين. يعني تقريبا اذا بدك سنكانت دو سنكانت سنك باركا رانسانك بورسان مثلا. نعم. انا عطيتك مسلا على خمس نواب. عطيك ايوان على كل التب. انتي عطي تتصوري. انه هادا المجلس يالي من مية وثمانة وعشرين نيب. في عندك بيناتهم على القليلة على القليلة. ستين نيب ركبين بالبوسطة طبع طبع الصاحب البوسطة و جايبهم معو. لو نزلوا لوحدهم ما بيخدو صوت. كيف بدك يجي? يصوت على امر. ها? بد يشيلوا من 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 مركزه. اوكي. ما رح يعمل هالشغلي هاي دي. طب الشعب بقدر يعمل شي هون? هلا وين الشعب بقدر يعمل هون شي متل ما بقدر يعمل من من الكهربا. مش بدك لل للأكل الجوع لكل شي الشعب الشعب مصدر السلطة بس كله حكي بحكي. طب معني دا ما فينا نقول انه الشعب هو المسؤول عن عن هالشي اللي وصلنا له. طالما ما ما بقدر يعمل شي. عن كلكو صورت يعني معقول يكون هو مسؤول لانه لو الشعب. هلا برجع بيليلي انت انه صارت هاي. لو الشعب اه ما انتخب انه يبقى. رفض. كان مفروض في انه انه ما 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 ينتخبه. او انه يصير في حدث. يصير في حدث. بس حتى يعني لو لو في قسم يعني لو في قسم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ في قسم تاني ما رح يقاطع ورح ترجع نوصل لهيدا مفروض. بس هالقسم. لانه في ناس بتنشره. مش بس هيكي. وفي ناس عنده مصلحة. وعنده مصالح. وعنده مصالح مع أشخاص. لهالسبب. نحنا مربوطين بربطة شيطانية بما في غريبة الشكل. وبيتحكوا عالعالم والعالم بتصدقون. وبكرة بكرة تذكريني يوم من الأيام بيرجع وبينتخبوا. نفس الأشخاص نفسه. نرجع نشوفهم هنزيتهم. بكفي انه ويجي لانده يعملوا زيارة بالبيان بلايلتاني. او انه يعطي رخصة بفرد. او انه باللوبات و بيرجع. هايدي الخبرية خبرية اللي ما في عنا الحس المدني. مش موجود. لكي عمي معقولة انه. 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 كمان. انه مدرسة. انه. 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 وزارة. وزارة تربية ما في عندها كتاب تاريخ. او كتاب تربية مدنية. لانه. بيجرح بشعور بعض اشخاص. طيب هايدي. شو بدي قللي. ما فيت كتاب. كتاب تاريخ. مراعاة لشعور. مين? لشعور يلي يفوتونا. بالتونيل. معادوا ما منه وعملنيهن قالها. ما بيستو يزعلوا حرام عيب. ما بيستو نجيب سيروتون. ما بيعملوا كتاب تاريخ. ما بيعملوا كتاب تربية. نعم. رح ارجع اوجه دعوة للمشاهدين. اذا بيحبوا يشاركونا. اذا عندهم اراء حول هيدا الموضوع. فيكن مشاهدينا تتصطفينا على صفر واحد ميتين وخمسة وخمسين خمسمية. اه نحن مستمرين لغاية الساعة عشرة. مش اكتر. فاذا نرجع لموضوعنا. هلأ شو الحل. نحن كشعر مسؤولين. اوكي شو مطلوب منا نعمل. او شو اديين. شو قادرين نعمل. قلتلي كيف. انا برأيي برجع. ما يعني ما تقليلي اني رجعت لكلام سعيد حقل. معلاش. في شي اسمه النخبة. في شي اسمه النخبة. شو عم بذكرني واسين انه لساعة عشر مش لساعة عشرة. معك حق. لساعة عشر بتنتهي حلقتنا نعم. في شي اسمه النخبة. وهيدي النخبة سعيد لعنا ما لازم تحكم. ولا لازم انها تنخرت بحزب. لانه اذا انخرطت النخبة بحزب. يعني عم بتاتل حزب تاني. ممنوع النخبة انها تدخل. ممنوع. النخبة بده تشرف. اذا النخبة اشرفت بده هي اللي تعطي المثل. هي اللي بل يرجعولها. ما. النخبة يعني هن الجماعة المثقصين يعني الاصدافين. هن الجماعة المثقصين. طبعا مسقفين غير غير شكل. مش مسقفين كما كان. في عندك عالم فلسفة. اصحاب نظريات. عندك عالم عندهم نظرة شاملة الامور. وعندهم نزاهة ما 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 بيتغروا بالمال. يعني في موجودين. موجودين. هولي اذا كان بيسمعولون الناس العاديين. اذا بيسمعولون هي. بيقدروا يغيروا كل شي. تعرف في شو صار. يعني عن جد. يعني اللي شفتني بجلسة الانتخاب. بتيل انه معدل السقافة كان متدني جدا. اول شي السقافة بعدين اكثر من هاي. حتى بنقول كان معدوم يعني. مريك بدي ايلك شغلي. انا انا معلاش. السقافة السقافة مش مشكل اذا واحد مش مسقاف. بس اذا ما كان واحد بلا اخلق وبلا مربع ما بينطاق. معلاش السقافة معلاش العلم. الاخلق. ولك يكون في اخلاق على الاقل بقى. ما بدي اكتر من هيك. بدي ما بدي اكتر من هيك. ما في مربع. طيب ليش ما في مربع. ليش مقفلتين القصة على الغريب. لانه لانه مرأه بوقت ملاوات كافية. فهوضى لدرجة انه صارت الغلط صح. وصار الاعوج جيليس بالنسبة انه. ما بقى اي فكره. وهوضى يلي عم بيربو الجيال اليوم. ما هوضى كانوا امره حرب. معظم ممكن حامل بروضة على الحشيز. طيب شو بدي كيطلع منه هيدا اليوم يلي صار عمره اربعين او خمسين سنة. وعنده اولاد شباب. طيب كي بديوا يربيون. متل ما هو كان. متل ما هو يعيش. متل ما هو كان. شفت ايه شو الموضوع. شي عجيب شو شو صعبي هالقصة. انا معلاش بدي افتح جرح. انا شخصيا ما 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 اشتغلت سياسي ولا وبتدخل. انا بتدخل بالكتابي. بس من بشوف انه نبنى هالبلد. نبنى هالبلد على شيئين او ثلاثة شي بيدحك. دو نيغاسيون يعني لا للاستعمار ولا للعروبة ما مر لليبنان. لا بيتطلع صوب الغرب ولا بيعيد انه عوالي عرب تعوه فوتو لعن. هايدي كانت اتفاق ايام ايام استقلال. طيب دو نيغاسيون قال لون جورج نقاشي اللي كانت يكتوب بجريدة الوريان. نفوم با اون ناسيون. دو نيغاسيون. نفوم با اون ناسيون. عبد عاملي انتي اون ناسيون من دو نيغاسيون. ما بيجوز. بعدين نكاية تعمل حكم. دي عامي نحنا حكمنا نكيات. نكيات نكيات بش. ما تحسألي واحد باي مفهوم باي باي تيوري مبدأ سياسي او مبدأ اجتماع او شي ما بيعرف. ما بيعرف. بس لانه جاري مع فلان نكاية بجاري انا مع حفلين. وبعمل المبينة عميلة نشي انت حتى اين كي. على شو بلين. ممكن مش هالقادي ممكن الاشياء. لا انو كل واحد مقتنع بشو. 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 او بالطرح اللي اللي عم بيطرحوها. مسلا. اليلي اليلي انا. بحبو يعني هون شاه بيحب يلحق زعيم. عزمي. شو في فرق. شو في فرق. فيكت اليلي ازا في فرق واحد بالالف. هلا انا عم بيحكي خلينا نحكي من جهة يعني. في فرق واحدة. ما في اي فرق بين حزب الكاتيين وحزب القوات والعونية. ما في فرق. حدا منهم بدو يبيع لبنان شي. حدا منهم بدو يلجأ لاسرائيل او كلهم قدسين هالبلد وحبوه كزا. طيب واعتيني فرق بين واحد وواحد بشي معين مش انت حتى انا. طيب ساتت اللي بيكونو هالقدة متفقين كلهم سوا على لبنان. طيب. طيب. وعلى على استبرارية لبنان. ايه. ليش الخليفات بين بعضهم. خليفات بين بعضهم لحتى يزدعها. هاي دي الخبرية مزمنة من ايام الايام. ببشرها خوري بايميل قدي. والمموارنة بصورة خاصة لانه بقية التواقف بكانش كانت الى الى يد. يعني يعني الله يساعد الارتو دوكس شو كان. المرونة كان 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 هو كل شي ويلا ويتدبع وبعضهم. مش بس من ايام الانت دي. من ايام امير بشير. اذا بترجع الالف الالف وثمانمية واربعة والف وثمانمية. كلهم هاو دي. منكيات بنكيات. شو اللي خلى شو اللي خلى شو اللي خلى الشعبية الجنرال عون مسلا. تعرفي شنية. شو هي. نكيبة بالقوات. لا ما بيعطي ايديك. لا ما بيفقك الرأي. لانه جنرال عطى طروحات. انا على الشعب اللبناني. انا بحكيك فيها. لمن بني. لمن بني. لمن بني. مجدو. لمن بكان ببعبدة. قد ما كانت الناس منطع دي. صار بده حشيت خلاص. اتنين ما كان يكون. انا بروح ما هو بطي اخلاص. القصة قصة دينكيات. بتدفعي كوات. بتدفعي درايب. بيخدوكي بالتجنيد اجباري. اوكي. ما عين حقب. لو شايفوا العالم بالجنرال شخص اسوأ من الحكم القوات. ما كانوا راحوا عليه يعني. بس انه. بس انه راحوا عليه. انه هيدي هيدي من اشياء. لانه جواب على تطلعاتهم. بجو. بس انه انه هيدي. مش كتير هيك. مش يا انه. بس انه. هلأ ازا بنا نرجع للمجلس الحالي. يلي شفناه كميان الشي كان كتير مؤسف. انه النواب يلي ما بيتمتعوا بحس المسؤولية استعملوا ثلاثة اسماء نسائية للسخرية. فحقروا المرأة. لو كان المجلس النيابي باغلبيته نساء. اكيد ما كنا شفناها الانحطاط الاخلاقي. اذا انا اليوم مسؤول عن وجوب اشراك المرأة بنسبة عالية وبدون تمنن. شو رأيك؟ هيدي المشروع عامدينه كانوا فؤاد بطرس وزياد بروس. وهيدا المشروع اديال عظيم. ليش? ليه ما بتنفذ? مكان في عشرين بالمية مش لعبة بنيحة عشرين. لا عشرين بالمية مش ننيحة ابدا. بور كومانساسي بيا. ليه ما بيكونوا خمسين? لا فرض مرة نص نص نص. ليه لا. خلينا شوي شوي موصل. نوصل نوصل. عشرين عال. عشرين يعني بصير في بصير في عندك تلاتين تلاتين عنصر نسائي او اكثر. نحنا اه نحنا بدنا عشرين بالمية صحيح بس تتصير للانصر الزكوري عشرين بالمية. بكرا. وثمينين بالمية للنساء. ما هيدا النساء اذا فاتوا صدقيني بيخلوا العالم تقرأ في الرجيل. لانه على القليلة على القليلة المرة مهزبة. ما هو هيك. ما كنا شفنا اللي شفنا. رح ناخد اتصال. آلو. آلو. مصور. اهلا. معك يا تيقر من زقم كير. اهلا تفضل. آآ بحب اسأل آآ الاستاذ بحكي عندي هاديك النهار هاديك الجمعة عن كتاب لسعيد عقل مشكلة النخبة. اه نعم. مشكلة النخبة. آآ ما عم نقدر تلاقيه بالاسواب. ممكن يقلنا وان نقدر تنحفل عليها. هيدا الكتاب بدك تلاقيه بمجموعة سعيد عقل مش موجود وحده. اه? بمجموعة يلي نوبيليس. هي يلي طب عطا. كل شعر وعده بسعيد عقل. شكرا. شكرا. وبالجزء اللي يعني اللي هو بفكر السابي عوش. بس انه بالمجموعة موجود. واذا بتحب مش كبير هوي. انا بقدر بعتلك ايه على الايميل. بيطلع له تقريبا شي عشرين صفحة. نعم. منتابع آآ دكتور فا ازا آآ عن آآ وجود اشراك المرأة. اكيدة. اكيدة عنصر النسائي مسلا احسن احسن آآ احسن مطل لو كان فيه بالمجلس نسوان ما كان صار اللي صار. هلا اكيد فيه نعم. بس انه يلي عامل هالشي رشحت. بس انه هالامحطات بالاخلاق يعني. هالامحطات. انه لحتى يستهزء وهيكي. بيستعملوا اسمي هالمساء اللي موجودين معه. مش بس هيكي. حتى هلقبت اللعبت اللي التفها انه ليش بدين يغلطوا العد. مرتين. ما هيكي. هايكو هيك النتيجة يلعبوا يعني. شو معناتها يعني. عن جد قدي بي بي انه ما في نضج كان. ما في نضج لا ما في نضج لانه لانه بالنهاية اخدوا تعجي واحد بصار صار صار عندون وايحة. هايديها الاروغانس. نعم. هايديها الوايحة. شو رأني معه. ما عم بيتفهموا انه حلو عنا بقى. طيب ازا بدنا نختم هلأ حلقتنا حول قانون الانتخاب. انا مسؤول. انا مسؤول عن شو? شو فيي اعمل? شو لازم اعمل? كنت بقليك انه ازا بد يضلون يضحكوا علينا. ووصلونا حتى نعمل انتخاب على قانون هيدا بكرة بعد سبعة شهور. كنت بقليك ما حدا يروح ينتخب. انا هيك كنت بقليك. انا شخصيا ما بحياة انتخب. يعني يعني يعملوا مثل. يعني بضلوا موجودين ساعتا فتعكم فيه. هن حاضر. لا ساعتا لابد ما يكون في مرجع دولي. لانه في مراجع دولية عندك ناس. في عندك مراجع دولية بتشوف في بلدين بدا ويصاية. في بلدين متخلفة صاريت. صار عندها نوع من التخلف الزهني العقلي. متل مت نحنا اللي عم ننشي نقول انه انه نحنا جيبنا الحرف والأبجدية. وعنها كزا سنين وكزا وكزا. لكليك ملا كزبة. لكليك ملا كزبة. معنا شيء. عا كلهم يعني اللي شوفني دي مجلس النواب كمان. ببرهن انه عن جد بعضن ولاد. وبدنا ويصاية. وبدنا ويصاية. لازم. بالزمنات قالوا نيها قالوا نيها ليس الهريوي. اذا بالصراحة وعلى رؤس الأشهد. قالوا انه لبنان بحاجة لانتداب. حتى نطفي يرجعوا يضبطوه. الناس لقدامه نحنا لورا يا دكتور. ما في ما في ضابط لأنه ما في أخلاق. ليش انت عذاب. لما بيكون إنسان مهزة ومرتب. وعنده ليقات. وبيعرف يحكي مع العالم. وما بيسترجي يمديده على مال العام. ولا مال غايده. ولا بيسب حضا. ولا بيقول عن عن يصوت لثلان وثلاثين وكذا. لمن بيصير في عندك. هلا مش عملك انه كل يوم يتبهي في ناس وليد اياه بالمجلس. لا نحن. والبعض اكيد مش الكل. بالمجلس في ناس عندهم في. اكيد. ويعني حقيقة. من هيك بداية الحلقة بنقول بعض الاشخاص. في عندك ناس ازائيه. طيب. طيب ش. لي من هالنخبة يلي هي. طيب فينا نقول. بتشوف حالة من نمسة لي. طيب ما هيدا هيدا كمان يش حاف. بحق النخبة. هلا لما عم بيكون فيها عم بيصير فيه انتخابات بأي انون اللي كان يعني مشين على اي انون اللي كان. عم بيكون نازل على الانتخابات. الاشخاص اللي منيحة والاشخاص اللي مننا منيحة. يمكن علينا نحن هون نكون مسؤولين. انه نعرف نوصل لاشخاص لمنحة. ما ما نقبض من الاشخاص المش المنحة لحتى نوصلة. هيدا فينا نعمله. حتى بأنون الاكترية اللي عم نحكي عنه. ما بلاك لو اي يأينون مشين عليه. حتى اين. فينا نكون عم نختار الاشخاص. اما ازا بدنا على القليل احنا نعمل شي اي صليح ازا بيزمد. شفتي ازا بيزمد قانون نسبية أو قانون يكون صالح للك. خلي يزموت ومشي لحال. لأنه إذا زمت ساعته بده نزمت معه. بس إذا محبوس كيف بده نطلع منه نحن؟ ما فيه نطلع منه. نعم. منتشكرك دكتور حلقتنا انتهيت. مشاهدينا موعدنا بيتجدد الألارات الأسبوع المقبل حتى نلتقي بترك معكم سلامة رات. اشتركوا في القناة